نوعا ما تكون راعدية ومعتبرة محليا وهذا على أغلب المناطق الشمالية للبلاد وحتى على المناطق الجنوبية إن شاء الله هذه الأمطار إن شاء الله ستكون هناك سلسلة من الأمطار مرتقبة بحول الله كذلك يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الجمعة المقبلة تكون أمطار دائما راعدية موسمية تعرف أغلب المناطق الداخلية الجنوب الغربي وحتى على أقصى الجنوب وفي هذا الإطار مصالح الأرصد الجوية كانت صبيحة اليوم قد أصدرت تنبيها من الدرجة الأولى أكدت من خلاله على تساقط أمطار راعدية إن شاء الله يعرف تكون أمطار خير تكون معتبرة محليا بكميات تصل إلى غاية العشرين مليمتر محليا وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل الولايات المعنية هي كل من ولاية الجلفة سيدات سمزيل سيد والعباس عامة تيارة والبيض بالإضافة لذلك أمطار إن شاء الله نوعا ما تكون متفرقة احترف باقي المناطق الشمالية في المقابل بالمناطق الجنوبية أجواء حرة وعلي كانت مراكز الرصد الجوي العالمية نهار اليوم قد صنفت منطقة جزائرية في المرتبة السابعة نلاحظوا مع بعض منطقة ترقان ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم ب47 درجة مئوية تحت الظل يعني تعدات عتبة الخمسين درجة لنهار اليوم الثلاثة يعني منطقة ترقان تم تصنيفها ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم التسعة لنهار اليوم الثلاثة ب47 درجة مئوية تحت الظل الآن مشاهدين رح نشوف فيما يخص توقعات التقصى بحول الله خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظ أمطار متفرقة احترف أغلب المناطق الشمالي إن شاء الله صباحة يوم غد ثلاثة وهذا على كل من ولاية البويرة المدية البليدة كذلك الشلف حتى على الجلفة كذلك الصيف بجاية قسنطينة أمطار متفرقة إن شاء الله مرتقبة طيلة نهار يوم غد ثلاثة بالنسبة ليوم الأربعاء نلاحظ كذلك تبقى دايما الأمطار الرعدية حاضرة على أغلب المناطق الداخلية الشرقية الوسطى وكذلك الغربية وحتى على الجنوب الغربي بالنسبة ليوم الخميس المشاهدين أنا نشاهد لون أزرق يدول على أن الأمطار إن شاء الله تبقى دايما حاضرة بحول الله وهذا على مجمل المناطق الداخلية وبعض المناطق الجنوبية بالخصوص على مدينة بن عباس وتندوب بحول الله ظهيرة يوم غد حتى شاءت تساقط أمطار رعدية نوعا ما تكون معتبرة محليا الآن نحن نشوف فيما يخص حالة البحر المرتقبة بحول الله خلال الساعات أو يوم غد ثلاثة نوعا ما سيكون بحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا وهذا طول الشرط الساحلي مع رياح قوية الحق سرعة أو تتعدى 40 كم في الساعة خاصة بعد الظهيرة رؤية متوسطة على طول الشرط الساحلي إتجار الموجة تكون غربية تماما على السواحل الغربية وتكون شمالية شرقية كما نلاحظ في الصورة على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية علو الأمواج لن يتعدى المتر على السواحل الغربية وكذلك الشرقية يصل إلى غاية المتر والنصف على السواحل الوسطى الآن مشاهدين نرح نشوف فيما يخص الكتل الهوائية أو قبل ذلك الكتل الهوائية خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظ إن شاء الله ظاهرة يوم غد أجواء حرة خاصة على المناطق الجنوبية بالضبط دائما على إنصال حرقا إلي كذلك على إليزي كما نلاحظ في الصورة حتى على إنجلزام برج باجي مختار ودراء راح تلحق دراج حرار إلى غاية 47 درجة مئوية تحت الظل يعني راح تلحق دراج الحرار المحسوسة أو تتعدى عتبة الخمسين درجة على المناطق الجنوبية بالنسبة للمناطق الشمالية نوعا ما دراج حرار مرتفعة نسبيا ما بين حوالي 25 درجة إلى غاية 38 درجة وهذا ظاهرة يوم غد الثلاثة بالنسبة ليوم الأربعة بحول الله مشاهدينا ستكون أجواء أكثر حرا بالمناطق الجنوبية يعني ستلحق عتبة 49 درجة مئوية سنتبه الآن مع بعض ظاهرة يوم الأربعة بحول الله كما نلاحظ في الصورة على إنصال حرقا دائما إنجلزام برج باجي مختار إليزي حتى على جنوب مدينة ورقلا وأدرار يعني 48 إلى 49 درجة مئوية تحت الظل تقدر تحق درجة الحرار المحسوسة بهذه المناطق الجنوبية إلى غاية 53 درجة أجواء تكون جد حرة وهذا يوم الأربعة كذلك بالنسبة للمناطق الشاملية نلاحظوا لون أحمر قاتمة تعرفوا أغلب المناطق الداخلية يعني درجة حرار يرتقب أن تقارب عتبة 38 درجة إن شاء الله وهذا على مجمل المناطق الداخلية ظاهرة يوم الأربعة بالنسبة يوم الخامس نلاحظوا تبقى دائما نفس الكتلة الهوئية تعرف المناطق الجنوبية خاصة وسط الصحات القادمة من أجواء حارة ودرجات حرقية ويوم الخامس إن شاء الله أجواء تكون أكثر حررا مقارنة بيوم الأربعة وكذلك يوم غد الثلاثة بهذه التوقعات السلطة ورقة تحوال التقصي نعود الآن إلى زهول استكمال بقية الأخبار شكرا لك حسين